السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طلابنا طلاب التوجيه اليوم إن شاء الله سوف نأخذ نموذج متوقع لامتحان الثانوية العامة عام 2023 جدا سهل هذا النموذج جدا بسيط دائما نبدأ باسم الله نتوكل على الله حاول إنك تبع معي بهذا النموذج وتطبع لك نسخة منه وتكون موجودة هذا الامتحان مش أنا اللي عامله هذا امتحان تجريبي من مدرية التربية والتعليم ضواحل قدس جدا مهمة القطع هي جدا متوقعة وركزه كلمة متوقعة مش إشي أكيد دائما نتوقع وليس شيء أكيد دائما نبدأ بسم الله مرة أخرى ونبدأ في حال القطع لاحظوا هذه القطعة الخامسة من الكتاب الأول اللي هي القطعة الثانية في الوحدة الخامسة نطلع مع بعض عليها ونشوف الأسئلة كما تعودنا دائما نبدأ بقالة التسلسل ونشوف شو الكلمات المفتاحية لاحظوا كلمات مفتاحية تانية من الكتاب الأسئلة تانية بيانتريستد هاي كلمة أيضا مفتاحية تانية بيانتريستد كل من يملكون مجموعة و أشخاص نعرفهم لكنهم لا يملكون معا هذا هي الكلمة هل تظهرون كلمة هل تظهروا مجموعة في حياتهم مجموعة من كلمة مجموعة فسوف يكون أبطال و أنوانها سي لاحظوا كيف تفكير في الموضوع إذا أنت لا تعرف الترجم هي بهذه الطريقة أريد أن تفكر أحذروا يا شباب أحذروا يا بنات أحذروا كلمة المفتاحية ما هي الكلمة المفتاحية؟ كلمة أو مجموعة كلمات لا تتكرر كثيرا أساس الفقراء مع تدريب توجدهم الثانية لاحظوا كلمة فأس فرحة كلمة المفتاحة كلمة المفتاحة resonت كلمات مفتاحية كلمات المفتاحة تصرف واضح لاحظوا لاحظوا أيضا هنا هاي كلمات مفتاح يتكون too particular try to find a middle way between the two extreme وانا أيضا برضا حكالك too extreme فهي شغلتين أمرين be clear but not too demanding فهي إيه اللي بعدها it's understandable that you want to impress a new friend and make that aware of your good points but don't go too far أيضا أصدقائي هنا أيضا كلمة too too far أمام people who don't post about themselves or taking themselves seriously هي إيه بتكون للأخيرة ما أضل فيها keep secret to yourself أبقي أصرارك لنفسك اللي هي مع كلمات in confidence وأن confidence لازم تكون نحافظ معناها إنها secrets واضحة كيف هي؟ يعني بدك تكون نمتبع لك شوية بالأمور تحاول تجد الكلمات المفتاحية بهاي الطريقة ننظر هنا على السؤال question number two what يجب أن نكون نعرف ماذا يعني what بمعنى ماذا وهي ليست كلمة مفتاحية what ما بتنفع تكون كلمة مفتاحية بس بدلنا إن الكلمة أو شو نوع السؤال أو ما بيطلب لاحظوا studies find out about friendship لاحظوا كلمة studies هي كلمة مفتاحية find out about friendship يوجد هناك قائلة التسلسل ماذا يعني التسلسل؟ السؤال الأول تكون إجابته في البداية والسؤال الثاني أسفل منه وهكذا نذهب لتي بعدها يعني إحنا هون يوم من يجي نقرأ السؤال الأول هذا مستحيل ندور في الفقرة الأخيرة لازم ندور في الفقرة الأولى أو الثانية لاحظوا أنا كلمة studies هاي studies وهي كلمة shown وهي that with friends هاي كلية هون موجودة في السؤال هاي studies about friendship نفس الفكرة تضرب لي هون إيش؟ هيا من ذات becoming friends with another person is a complex process but that one can be learned تمام بهذا الشكل حاب تسلخة هون أضربها زي ما بدك هذا هو إيه؟ الفكرة وجواب السؤال الأول هاي هي جواب السؤال الأول ننظر هنا إلى السؤال الثاني كل واحدة what happens if you pass on secrets to others ماذا يحدث إذا أنت pass on secrets to others لاحظ هاي الكلمة المفتاحية pass on what ماذا يعني هاي ما بدأ بدي أترجمة ما بدأ أترجمة كلمة pass on هاي الأسف في متحان التجربة ما أجد تسلسل عليها بس في متحان الثانوية العامة رح يكون في تسلسل فالأصل لأن هذا السؤال يكون بالأعلى وهذا السؤال يكون بالأسفل الصح يعني بس إحنا ما بدنا نشتغل لها إحنا بدنا نشتغل على إيه؟ إنع كلمة pass on هاي هون شايف لي إياها pass on pass on pass on شو بصير؟ هاي that trust is broken بضربها من هون إلى وين إلى النقطة يخلف عليك اللي بعدها بدون ترجمة أي كلمة أنا بيشتغل هاي what are the two extremes هاي لاحظ كلمة two extremes may harm friendship الطالب الذكي رح يشوف أن كلمة two extremes هنا طيب يجب تسألني بتحكي لي أستاذ يعني أنا بدي أروح على الفقرة اللي بعدها بحكي لك أوعك no كل فقرة لها فكرة منفصلة عن الأخرى ولهذا عملوها فقرة الفقرة لها فكرة منفصلة عن الأخرى فمعنات إحنا نرجع لورا صح؟ طب ما أنا في عندي نقطتين بتيجي بتحكي لي مدام في عندك نقطتين فمعنات لازم نلقى إيش فواصل و and و إيه يعني شغلتين لاحظوا هاي كلمة first شعني first يعني الأول هاي هون من هانا للنقطة هذه الأولى واضح؟ والثانية ذا أذار تضربها من هون إلى النقطة هاي الثنتين واضحة هاي النقطة الأولى والنقطة الثانية لهاي بهذا الشكل نتطلع لبعدها هنا صح وخطأ بالنسبة لنا صح وخطأ يا أصدقائي إذا أنتو حابين في البداية عليك أن تترجم طيب تيجي بتحكي للأستاذ أنا بعرف إيش ولا إيش في اللغة الإنجليزية يا بتخذهم من حدا شاطر مش أي حدا ينقلك إياهم تخذهم من حدا شاطر يا إيش بتحطهم كلهم صح يا خطأ وإنت حر يعني أريد أنا ما بحكي راقوش إنت حر بس ما بدك كون غبي شو الطالب الغبي؟ الطالب الغبي بحط لي إياهم صح خطأ صح خطأ هذا كثير في مخاطرة أستاذي إصحك يا بتحطهم كلهم صح يا كلهم خطأ وإنت ونصيبك تمام؟ بقولك إنك تخلي أصدقائك أو تعملهم إيش صعب صح؟ الدراسات أظهرت إنه الناس بحبوا الذين يتباهون خطأ فيش حد يحب اللي يتباه إيش سأل أي من نصحك تسأل صديقك أسئلة شخصية؟ طبعا لا يا أصدقائك يا أصدقائك معارفك هم أصدقائك؟ لا إذن أتى شو صح؟ هو ثلاثة خطأ في هذا السؤال أضلتي بعدها إت على ماذا تأود؟ لازم تركزوا في الأوراق الملخصة اللي أبعا تلكم إياهم إت أود على اسم جماد مفرد شيء مش يجي اسم جماد مفرد إت وين إت هون؟ هنا إت فبتعود على كيب ميكينج عن كيبينج فرنز هاي هي إت بتعود على ميكينج عن كيبينج فرنز اللي بعدها ذيس على إيش بتعود ذيس؟ فين ها ذيس؟ 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 لقد قالت الحظ. أما هي هل إيش بتعود ياں شباب؟ نعم هاي رعت على هاي pass on information عادت عليها والأسف فايل لشباب يعني أريدي بدون ترجمة مصعب كثير إنك تجيبها هذا التصرف وهذا النوع من التصرف شو هو النوع من التصرف إن إيه إذا أنت بتنشر المعلومات لشخص آخر فبتود على إيش على هذا بتود على pass on this information بتود على جمع وين ذير؟ ها هنا ذير هاي ها برجاء عن إنجازاتهم تمام إنجازات مين؟ إنجازات البيبو هاي بتود علي واضحة هذه هي الضمار هذا السؤال من الكتاب نص حرفي من الكتاب وسهل جدا I said something silly حكيت إيش سخيف وصديقي صار upset حزين شو أعمل؟ هاي ها في الفقرة بأعلمكم إياهم هاي هان صديقك حزين حكيت إيش سخيف وصديقك حزين هاي هون شايفة البيض عادة تكون بالآخر هاي ها واحد اعمل honest apology اعتذار صادق وnot let it happen again ولا تدحو إيش يحدث مجددا هاي هي إجابتها اللي بعدها يعني هنا من اعمل honest apology not let it happen again should I say what I want or let the other decide هون كلمة what I want هاي كلمة مفتاحية همنا نجيبها هاي هون وينها راحت هيا هون whatever you want شو بدنا هاي ها في جايفة في الأخير هيا 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 try to find a middle way between the two extreme هاي إجابتها try to find a middle way should I tell people about my big expensive house ايش يعني big expensive house يعني بيت الكبير الغالي لازم احكي للناس عن بيت الكبير الغالي شو حكو لك هاي هون هاي البوست don't post هاي ها هاي ها people who don't post هاي هاي باسكني don't post هاي people who don't post are like طيب نطلع اللي بعدها طيب نطلع اللي بعدها واحنا اتبعنا على قطوات التسلسل الطالب الريدي اللي بترجم يعني ما بيلزمه كل الحكي هذا بيعرف لحاله اذا ما بتعرف الترجم اذا ما بتعرف الترجم فهاي انا مختلفة للعمل ديجيطال ماركتينج انواع العمل في فلسطين اهمية ال it in business للأسف يا جماعة الخير هاي بيدك تشوف هاي بيدك تغراء القطع وتفهمها فبهذا الشكل the success of every business depends on certain factors some of which are accurate analysis choosing the right technology and the future vision a serve in palestine the last two decades show that organization that invest in technology and choose the path of innovation increase their market share profits and ability to surpass others information technology it is the only technology which provides you opportunity to analyze specific data and plan your business journey accordingly it also provides you many tools which can solve complex problems and plan the future growth of your business however the lack of experience and need for faster internet wave bands are the main challenges which may face online IT business in palestine in the modern age it's proved that digital marketing is a great tool which lets young people businessmen promote their products or services to the global market while sitting in the comfort of their remote office or homes just having an internet and a laptop and thanks to the cloud computing and modern communication just having an internet and a laptop and thanks to the cloud computing sorry okay come on one more time and modern communication which enables you to form a global manage and monitor its virtual offices all over the world لاحظوا هذا ويحكي عن أهمية IT the importance of IT in business حسب القراءة كيف عرفت يا أستاذ؟ عرفت أني قرأت القطعة وفهمت معناها بالإنجليزي تترجمتها فما بقدر أساعدكم بإشي زي هيك برضو صح وخطأ حكينا إيش؟ وإلك الفكرة هيا هون من باليستاين قبل سنتين هون شو حاطي لك في باليستاين two decades ago two decades عقدين مش سنتين فهي خطأ فمعنات الثانية غصباً على شو بها تكون صح through digital marketing you can promote your products worldwide طبعاً بهذا الشكل يعني التسويق الإلكتروني بتقدر إيه؟ تروج منتجاتك حول العالم طبعاً بهذا الشكل يلا نشوف الكلمات المفتاحية يوم وجينا إيه؟ بهذا الشكل يعني رسوم بيانية ما بخاف هي كلمات مفتاحية لأكثر على الأقل بعلم الكلمة المفتاحية وبامشي to succeed every business relies on لاحظوا الكلمات المفتاحية succeed every business relies on يعني ندور عليها وقالت لتسلسل ولازم ألقى واحد ثلاث 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 فواصل أو end هيا هون depends هاي business depends وكلمة success فمعناتها يا أصدقائي بديكم بعدها هاي ها واحد اتنين وعشان أتطمن هاي في أن تفاصلت ليا ثلاث وهي إجابة السؤال الأول إذا accurate analysis choosing the right technology the future vision هيا هون accurate analysis ولا أحكي لكم كتبها أنت أنا إيش بكتبها وكملهم لهون يلا نطلع ونعطي الأول ثاني للا challenge that IT business challenge هاي كلمة مفتاحية وكلمة IT مش كلمة مفتاحية ما بسبب أن أكثر نذكرت fast face challenge دور قال التسلسل ما بدور بدور بعد الأحمر طيب 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 يلا 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 أنا هاي بدور دوره معي دوره معي ها دوره أيوا هون هاي كلمة challenge تمام لاحظوا أني أنا يوم ما كملت شو لقيت بعدها نقطة وإذا ما لقيت بعدها نقطة فشو يعني خلصت الفكرة فبدي أرجع لوراه هاي هون هاي واحد وهاي اثنين طيب تقول لي طيب أنا حابة طمان يا أستاذ كيف بطمان بكلمة end إنهم نقطتين هذا كثير دليل قوي أنك تعرفت حعلهم وهي واحدة وهي ثنتين دليل أنا باشتغلصها حتى بدون ترجمة هاي 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 كلمات جدا سهلة وبسيطة هاي اللي بعدها طبعا ما بتكون قبلها من الأزرق ومنكمل هاي هون طبعا هاي هون digital marketing بس نلقى شغلتين يعني نلقى and هون اسحب 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 هاي having internet to laptop يعني لهانا لحد هاي واحد وهاي اثنين internet to laptop هو كل إشي بدنا إياه بلزمك لل digital marketing طيب هون إياه اللي بعدها سؤال أربع هاي هاي الكلمة المفتاحية لاحظوا هؤلاء الكلمة المفتاحية لاحظوا هذة الكلمات المفتاحية ليس جواب السؤال ديروا بالك والكلمات المفتاحية هاي وهاي طب انت بتيجي بتحكي دي ايش نقطة فشو بدي ارجع بدي ارجع لورا هاي هالهي كلمة ايش هاي هونه كلمة انفرميشن تكنولوجي جواب هاي سهلة ديجي تال ماركتنج شو بيساعد الشباب هاي ايزي اتوقع هاي هونه هاي هونه يونج بيبول بيزنسمان من هونه يا شباب واسحاب لوين لوين للنقطة هالهو كل جوابه ودائما ما تستكثر الكتابه اكتب وما يهمك يعني تمام شو معنى الجملة بخليك ترويج منتجاتك هاي همين بتعود خلينا شوفهم هون كيف بتعود على فكرة بمعنى الاذي والتي بعض منها من الاذي من مين من فاكتورز فاكتورز إيش للساكسس للبيزنس فاكتورز فور ساكسس تمام يعني عوامل لنجاح البزنس ذهر عمين بتقود ذهر على جما بدا تقود يالله نرجع هيا على كيف عرفت لناخر التأس بهذا الشكل طيب هيك خلصنا القطع الداخلية والخارجية نروح الحين على السؤال رقم اثنين وهذا قسم اسمه المفردات السؤال الاول معنى وانا عطيتكم ورقة لماعنى الانجليزي الانجليزي يا شباب ويا بنات ديروا بالكم امشي عليها لازم تكون الريدي حفظهم ما حفظتهم انا علمتكم كيف تعملوا مستقبل مع كلمة ايش هاي الاولى هاي ترجمة انجليزي 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 لك هون حفظهم ساد مع تراجدي مأساوي مستقبل الاهام مع الهام لتنجليزي 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 لتعمل معيشة الاخير الاخير هاي خمس علامات سهلات سؤال اللي بعده جدا لطيف اتمت محاولة ريلاكتنت متردد بوردرز حدود بارتسيبيت يشارك هينفيتابل حتمي لاحظوا يا شباب ويا بنات انه انا بدك تترجم بقولك الانجليزي is not good enough الانجليزي مش منيح لاحظوا بعدها شو بدي يجي فعل هذا اي دليل قوي جدا شان سادك تحل فبقول ايش خطأ متردد لا ولا بقول محاولة تمام شو الفعل هنا يشارك لاحظوا هاي ما عطيناكم اياها ايه بطريقة سهلة طيب نأخذ كمان دليل خلينا احكي لكم في عنا هنا ايش يا اصدقائي ان ان سيأتي بعدها حرف علا اكتب عليها يجب ان يأتي بعدها حرف علا حروف علا في مين هون في عنا كلمتين دعا حروف علا هنا فيتابل حتمي واتمت محاولة تمام البوليس الشرطة شو عملوا يا جماعة الخير اتمت محاولة طالعا كيف هي سهلة ع حالي هاي هاي وهاي اجنب الدلال بس اريد بك يكون عارف معنى الكلمات باللغة العربية ان هي فعل ام اسم طيب اللي بعد يالله كلنا بنعمل اخطاء حتمي انك انت راح تعمل موست ويمن النساء وعن كلمة عن عمرهم وانسر كوست شاني جاوبين السيلة فهي ريلاكتنت مترددات النساء تمام انترناشنال عالمي و ترين قطار و جيرني رحلة فهي بوردرز شايفين يا شباب و يا صبايا بدك تحاول الترجم اريد اذا ما انت ما بتعرف الترجم فينك كم من الدليل اللي يساعدك تخفف الامور شوي عن حالك باس اون شو يعني باس اون ينشر لان كون حفظينهم اعطيناك ورقة اللهم بريك ثرو انطلاق او اقتحام هون بيجي معناها اقتحام بيجي ايه هاي صح راحة خطأ هيك مش لازم كتب وهي لازم يجي فيه انها فاصلة هاي بس اجي معناها ايه اقتحام هون معنا مش لازم هيك او يقتحم ران انتو يقابل بالصدفة هاند اوفر يسلم المسئولية واضحة يلا نترجم في الوحدة كنت اتسوق انا في اتش داون تاون شو مالوا زملائي شو مالهم زملاء او سملاء القدامة شو منحك اي ران انتو قابلتهم بالصدفة يا ابطال المدير يلا شو فيه اخطاء املائية في الهاي ما علينا طيب المانيجر القديم شو مالا هاند اوفر سلم الشركة كلمة جماعة الخير كثير مهمة شركة ابدا ابدا ما تمرر تنشر المعلومات طب هانا بتيجي بحكي لي فيش دلائل يعني الريضي صعب بدك ترجم بس يكون بينها فاصلة عشان تيجي فعل فما تكون ملازكة بهذا الشكل نطلع اللي بعدها هذا السؤال جدا رائع اي هوب وي جت ذير اون تايم تسي ذا بيجيني اوف تا فيلم لاننا بديشوف بداية الفيلم تمام فبنا نيجي في الوقت ايه المحدد عشان نشوف البداية فور هير تمام الى الها شو منحكي عارف يكرا هاي ايه we hope together in time ولا on time بداية الفيلم انا عارف ليش شيكا بدم يما يعني in time في الوقت المناسب وon time في الوقت المحدد بس هي كلمة كلمة كوب هاي مش معجبية نصراها فممكن تكون in time الريضي تأكدوا من هاي جماعة الخير هاي بس هي on time اغلبها عشان نشوف البداية فبديش الوقت المحدد فور هير لها more important than a high salary من راتب عالي شو منحكي هون job satisfaction الرضا الوظيفة ها من الراتب العالي i am sorry انا عاسف but the manager المدير on business في رحلة عمل in business في العمل بشكل عام هو كان on business في رحلة عمل doktors wear white coats when they are on duty بيقول لك الأطباء بلبسوا كوتات يوم هما ايش on duty these product advertisement بيقول لك الداعيات مثال على التسويق marketing he didn't expect to put up his friend's name by chance in the newspaper لاحظوا نيوز بيبر جريدة و أسماء أصدقاؤهم فمعناتهما بيستضيف أسماء أصدقاؤه و أوجدها بالصدفة the two men are of the university جامعة كتاب مشاركين للجامعة أو مؤسسين مشاركين مؤسسين مشاركين the careers advisor can make you aware كيف تأخذ عطول of دائما جماعة الخير the nurse الممرضة دائما كيف نقول underpaid جماعة الخير في الثانوية يعني كم حليتكم يعني السيلة نادر جدا ما تيجي كلمة نادر جدا نضمها دائما underpaid كل العالم underpaid أمرا ما حد حكي أنا overpaid طيب نيجي نطلع اللي بعدها اللي هي القواعد وقبل القواعد يا شباب و يا صبايا إذا بتقدروا تعملوا زر اللايك جدا بتساعدونا ومكون شاكرين لكم وتعملوا share ومشاركة لأصدقائكم وتعملوا اشتراك للقناة وتخبروا الجيل القادم جدا هذا أكثر شيء ممكن تساعدونا ونكون جدا متشكرين لكم خلينا مجهودنا يستمر ونعمل ايه بشغلات أفضل ونزلكوا أكثر من نموذج لاحظوا جماعة الخير هنا دائما في القواعد أول سؤال يأتي على قواعد الوحدة الأولى ومن والثالثة ما هو دليلي for دليلي for فب for بتأخذ have been and ing ولكن للأسف no شو مالو جامد فبتأخذ هاي we have ونو شو بتصير known ما بيأخذ ing معنا هاي في فوق for طيب اللي بعدها لاحظوا الأسف الشديد ممكن في ناس كثير تحكي هنا for دليل هنا for ليس الدليل ليش لم يتبحها زمن لم يتبحها زمن ولكن هنا as هي الدليل فهنا بتأخذ was shining وهنا decide شو بتصير decided راجعوا قاعدة ايش الماضي المستمر رامي in the city since منذ تمام فمنيجي منقول رامي has been ومنحط للفعل ing living رامي عيش أنا هي أعطاك شو sense when she came وطلعوا لاحظوا هاي وين هاي حدث أول came found حدث ثاني و that دليل قوي جدا راح تأخذ had و sleep شو بتصير slept his face is pale بقولك وجهه شاحب not look شو بتصير doesn't look ليش لا يبدو بخير بهذا الشكل أتى معنى look هنا يبدو وليس ينظر لاحظوا جماعة الخير في السؤال اللي بعده كلمة asked هذا يدل أنها قواعد الوحدة السابعة هذا WH كوصش نعم فنضع أداة الWH دائما نتذكر أول لماذا نضع أداة الWH أو F هاي what subject أنا ما خاصني فيها أحط subject الشغلة الثانية بنا نحول الضمير المناسب ما هو ضميري هنا you مع hair فبدأ تصير شو she هذه الشغلة الثانية الشغلة الثالثة بدي أحول الفعل المساعدة إلى ماضي are شو بتصير was aware بس شي مفرد فشو بتصير was study هاي يصير studying ما خاصني فيه إذا كان لكتما ثالث شغلات ضعدت WH حول الضمير المناسب وحول الفعل المساعدة إلى ماضي هذا ليس سؤال WH هاي so know فشو ما نحط أولها if هاي if this هذا this ما نحط ما خاصنا فيه is ما هو ماضي ما نحول إلى ماضي فthis بتصير was واسحب للآخر still true إذا ما كان ذلك لا يزال صحيحا هاي كتر جميلة at what time لا سفيش شديد كثير طولة بيخاربطوا فيها ويحكوا أن هذا سؤال yes or no لا هذا سؤال WH انساك من at هي كلمة what time hot at what time ما تخلي يضحك عليك هذا سؤال WH لو ما بلش فيها at بس آياتها هنا ما إلها معنا أصلا في أي وقت لو حكيت what time نفس الفكرة لاحظوا هنا at what time did هنا ما في عندي you يحولها فdid بتشطب وذا قلنا did بنشطبها شو ما نحط had الفيلم مش فعل أصلا فبحطها زي ما هي والfeel start شو ال start بتصير started غايقة وادة الوحدة السابعة إذا أنت مش فهمها الريدي لازم ترجع لدفترك وترجحها وتتضرب على هذا السؤال الكلمة المفتاحية هذه الكلمة المفتاحية فهي الوحدة الخامسة الذكروا جماعة الخير بطل على who ذات which هاي هو إذا ما كان يوجد هناك أفعال مساعدة زي iso aru am waso where نحثف ونضع ing هنا don't غير مقبولة أنها تكون فعل مساعدة جماعة الخير أنه هنا أتدوا don't بمعنى النفي فهنا بنحط not ما خلصنا فيها ويوز شو بنحط إلى ing احذر أريد جابوا يعني فكرة هيك بس هنا لاحظوا that هايها و where هي فعل المساعد والباقي يا جماعة الخير حطها زي ما هو هذا كل ياتوا من حط زي ما هو واضحة بس احذف that و where والباقي نفس الفكرة لاحظوا يا جماعة الخير كلمة warn do told أنا وحدة هاي وارند و told يا جماعة الخير الوحدة الثامنة طرح كيف أنا بعرف كيف ميزة القاعدة هذا الشيء جدا مهم خاصة يا بنات و يا شباب كل سنة نفس السؤال طب يا أستاذ كيف بده ميزة القواعد هاي هالكلمات المفتاحية أنا يوم بشوف كلمة هاي الوحدة الثامنة أنا يوم بشوف وارند و told و ادفايزد هاي الوحدة الثامنة أنا يوم بشوف كلمة هاي الوحدة السابعة وهكذا إذا كتحضر لأنهم مكن ستلا نفس الاشي يا 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 هاي هون اللحظة يا جماعة الخير مع كلمة وارند ويوجد نفي إذا ما يوجد نفي نحلها بطريقتين ونفضل against هاي against والفعل هو spend spending all ويور محام شو بتصير his وصلخ لوين للآخر don't forget برضو هون يا جماعة الخير معطينا ذات وجبرني بذات وقلنا ذات لها حالتين إذا موجودة من عندها مش موجودة من بداية الجملة هايها موجودة والأحلى منها فمن عندها بتكمل هاي business دير بقالك is شو ماضيها بتصير was hard work واضحة اللي بعدها take a question السؤال الذين الوحدة السابعة he is never لاحظوا is never never نفي زي كأننا بنحكي he isn't فisn't على طول is he she comes فيها as يعني مضارشة بتحط doesn't she he هاي فاصلة دي هاي فاصلة دي بيجيلها معنين يا هاد يا ايه يا would لاحظوا بأن put هو من الأفعال المساعدة آسف أفعال المخادعة آسف و before يا جماعة الخير دالين هاد فمنحط hadn't he احضروا منهم هدو أجب عن سؤالين من هذا القسم will going to ing على طول هاي الوحدة الرابعة كل واحدة بالدليل it's too late تتأخرنا فهي want on time he is quite popular بيقول لك هي ايش اه مشهور فشو بتيجي بتحكي يفوز في الانتخابات will probably هاي على الترجمة بتيجي doesn't look دليل على طول على مين على going to هاي لازم ايش مسجل إنها الدليل عندك على going to doesn't look لا يبدو ننظر هنا infinitive ing هاي اللي هي الوحدة ايش الثانية هاي لاحظوا من كلمة infinitive ing form would مع حيتي بتأخذ to keep بتأخذ ing لكون حافظهم remember فعل الأمر إذا ما أتت remember في بداية الجملة أخذ to على طول decide شو منحط not to يسعى واحد يحط لي إيش to not not to attend لانا decide تأخذ not to لاحظوا إن كلمة regret to wish shouldn't هاي يعطوا للوحدة التاسعة بتروح على الوحدة التاسعة وتشوف التلخيص اللي أمتلك إياه وملخص القواعد وبتتعامل معها بنفس الطريقة here regrets بكتوب here regrets ما خاصني فيها لاحظوا إنه يوجد نفيه فنضع نطع على طول والفعل ing work شو بتصير working واسحب لإيش تمام إلى النهاية البعدها i wish منحط i wish نضع الفعل بعد wish اللي هي we ما في نافي لا فمنحط hadn't جماعة الخير أنا هنا ما بشرح لك أنا أنا هنا بعتبر إنك فاهم القاعدة بس شيك شيك عليها هذا مش يشرح لكل قواعد الكتاب اللي مش فاهم قاعدة في الكتاب يروح يرجع للفيديوهات الأصلية أو يرجع لأستاذه اللي شرح له إياهم ويرجع لدفترة ويفهم شو أنا بعمل هان lost بتضالها إيش no مش lost هولنا الفعل الفعل هنا we are being بتصير hadn't been over confident لأنه هنا بتيجي بتحكي عنا عن we تمام هم ايه بيتمنوا لو إنهم ما كانوش ايه over confident واثقين لأنه عندك كلمة ايش because فبكوز على البعدها she shouldn't have have لأنه ايه بعد شود انت أخذ have شو الفعل shouted at me هي مش لازم صوتت علي ننظر هنا يا جماعة الخير كلمة have هاي كلمة هاي كلمة مفتاحية اللي هي الوحدة الثامنة بس لأسف مش دائما بيجيب هذا الشكل بالعادة بيجيب لك شحطة وبتعمل قاعدة هيك واحدة واحدة هيك بتحط have wanted ماضي فمنا نحط head شايف لي المفول بي بتحطه هون ونوتس شو بتصير noticed على الترجم هون بعدها have شايف لي these letters بتحطه هون شو بتصير checked بهذا الشكل بي بي و آي ان جي يا جماعة الخير اني واحدة البي بي والآي ان جي تصريف ثلاث والآي ان جي هي الوحدة هي الخامسة story يا جماعة الخير بتأخذ آي ان جي وكلمة career بتأخذ chosen career بهذا الشكل صحي الخطأ دائما نبيت عن هالسؤال جماعة الخير طيب بقول time agreeing time لا بنحكي agreed time لأن time ما بتأخذ آي ان جي علي is remembering شو علي remembering هاي remember جامد ما بيأخذ آي ان جي remembers i asked him that شو i asked him that يوم بتقول i asked شو منقول if مش that if he wanted to see how to go to see the film if بدأ ذا هاي الاخطاء ضال سؤال writing يا جماعة الخير نكتب عن strange coincidence مصادفات غريبة حدثت لك اريده لازم استاذك إليك انت بتأخذ معا اعطاك اشي زي هيك وتشوفها او تكتب business letter الى بجي لك ايش مصادفات غريبة على طول اكتبها اريح لك وجدا بكون رائع واردك تغير اشي بتسلخ وبتمشي من العطاك يا الاستاذ وهذا هو امتحان متوقع جدا بنفس النمط راح اعملكو كمان نسخة يا جماعة الخير ما ننسى ديروا باركو على حالكو ودرسوا منيح لازم تكون شايف نماذج في كل المواد اللي ما تتفاجأ في نموذج امتحان الثانوية العامة وقبل ما نستكر الفيديو جماعة الخير اعملوها اللايك بحياط الله جدا بتساعدونا ان نكمل في مشوارنا معكو وشاركوا الفيديو لكل اصدقائكو بحفظ الله ورعايته بالتوفيق في هذا العام اشتركوا في القناة